بدون أدوية زي بعض التمرينات البسيطة في البيت ممكن منها نستثمرها أن هي تقلل الضغط شوية تقلل الكوليسترول شوية أكيد مش عامل الفقر عشان أقولك روح الجيم وهتبقى كويس لا في ناس كتير جدا ما بتقدرش تروح الجيم بل بالأكتر أن في ناس كتير ما بتقدرش تتحرك يعني حركتها بطيئة جدا أهلنا وحبيبنا كبار السن اللي عنده إعاقة معينة ما بيقدرش هو بيقول لك ما بقدرش تحركتها بإزاي بعض الحاجات البسيطة اللي ناخد بالنا منها بعض التمرينات الصغيرة اللي نقدر نعملها في البيت وإحنا متفرج على التلفزيون وإحنا قاعدين بنسمع حاجة تسهل الأمور علينا مش عرفنا يكون معينا أستاذ محمد الجرزاوي الكاتب الصحفي بمؤسسة أخبار اليوم أهلا بحضرتك أهلا بحضرتك نورنا نورنا بحضرتك عايز أعرف من حركة هل فعلا يعني ممكن تمرين بسيطة في البيت أو إزاي أنا أصلا أتعود أن أنا في البيت لازم كل يوم يبقى فيه نشاط حركي يبقى فيه نشاط تمرين وتبقى المدة اللي حضرتك بتفضلها تبقى ديه يعني هي المدة الأفضل يعني للكل في الحالة بنتكلم عن حد في حالة صحية جاهدة 150 دقيقة في الأسبوع يعني بمعدل 30 ديئة كل يوم لازم نص ساعة في اليوم نص ساعة في اليوم فيه تمرين بسيطة جدا زي الماشي ممكن تتمرس في البيت ماشي أو يعني تمرين الضغط تمرين البط تمرين بسيطة يعني ممكن الواحد يعملها في البيت محتاجة أجهزة زي الجمي يعني ممكن اللي هي تمرين الضغط تمرين الجري في المكان حاجات كده يعني بسهر لو ساكنين في مكان عالي بلش عشان ناس تحتنا يعني بعملوا مشكلة اه طبعا طبعا عايزة أسأل حضرتك على الضغط مثلا من الحاجات اللي بتقرق المصريين وعدد كبير جدا من المصريين عندهم مسألة الضغط العالي بتوع الضغط الواطي دول قلالين جدا اه احنا بنشرب كافين كتير اه لكن بتوع الضغط العالي دول موجودين بشكل كبير جدا ايه الحاجات اللي أنا ممكن أعملها فعلا تقلل من الضغط يعني هو لو كلنا قللنا من الهاوي والشاي الكتير اللي احنا بنبقى يعني الشعب المصري كله بيشرب الشاي المشروب الرسمي بتاعنا كلنا اي ده هيساعد في ضبط الضغط عندنا شوية لو النوم كويس طبعا شرب معدل من المياه كافي للجسم اه طبعا لو فيه رياضة ده هيبقى ممتاز طبعا ده هيساعد ضبط الدورة الدموية في الجسم بشكل عامي طب ايه الرياضات اللي ممكن تتعامل تقلل شوية من الضغط ممكن السباحة ممكن ركوب عجل دي تمنتهيلي تمالين بسيطة مش محتاجة ان الواحد بس يعني احنا معظم حبايبنا اللي بيشوفونا هم عادين في البيت يعني انا عايز حاجة تناسب البيت اكتر يعني ايه تمام اكيد يعني هو لو واحد سباحه بلعب سباحة هتبقى الصحة عنده مية مية لكن احنا بتكلمنا على قدنا يعني ما الحركة قليلة كبار سن مش قادرين ايه الحاجات اللي ممكن نعمل يعني ممكن اعتقد ان لو واحد بيتماشى موصة ساعة في اليوم دي مش مجود كبير اه مش تمارين قاسية يعني اه التمارين اللي هي الستريتشنج مثلا ممكن يعمل شوية استطالة استطالة للجسم يعملها في البيت دي تمارين بسيطة اه ممكن في ناس كتير بتبقى بتاكل حاجات كتيرة بتتعلل الكولسترول في الجسم ممكن نخفض من الحاجات دي او يعني الافضل اننا نلغيها اخوص في مرحلة معينة زي ايه مسلا يعني في بعض الاكل زي البيتزا زي اللازانيا مسلا في حاجات دي بتاكلها بتتعلل نسبة الضغط في الجسم وبتعلل الكولسترول يعني المعجئ معجنات المعجنات بلاش منها بالضبط بالاضافة كمان ان يعني انا لاحظت في الفترة الاخيرة ان ممكن تلاقي اه حملات اعلانية بنشوفها في في الافلام بتشجع اننا ناكل المعجنات بتبقى الشركات دي بتحاول طبعا بيبقى الحاجات دي لازم يشجعونا بالضبط يعني شفت فيلم كرتون مبارح يعني بدون ذكر اسماء اه انتاج ضخم علامي طبعا اه انت اول ما هتتفرج على الفيلم هتخرج منهم يعني البطل بتاعه قط بس البطل ده بيأكل بيتزا و لازانيا بشكل اه ده نوع من انواع الترفيه بالنسبة له فانت اول ما بنيجي نتفرج على حاجة زي كده خلاص انت سبت القصة بتاعة الفيلم وهتخلص الفيلم وهتروح خلاطول على المعجنات بس بنشوف بلاد يعني مثلا اه الطلينة مثلا اه يعني البيتزا ده مش بيأكلها مرة في الاسبوع و تقريبا بيأكلها كل يوم يعني زي الفل والطعمية عندنا و مع ذلك الاجسام بتاعيتهم لطيفة و حلوة و بيعيشوا اعمار طويلة جدا ده حقيقي لان ممكن اللايف ستايل بتاعهم غيرنا فيه نشاط رياضي مستمر فيه ناس بتمارس الرياضة اللايف ستايل مش مش لمجرد ان انا عاوز اروح الجيم شوي عشان اخس وبعد كده ارجع تاني ايه اه اللي انا خسيته ارجع ازيده تاني اه فاللايف ستايل او العداد اليومية بتاعتنا هي دي اللي بتغير طب لو حرك مثلا لو احنا بنتكلم على اهلنا كبار للسن هما احنا معانين بيوم اكتر ان احنا نصحهم يعني فاللايف ستايل او العادات اليومية اللي لازم يعملوها عشان تحسن من جودة الحياة عنده هي المواصبعة للموارسة الرياضة اه لو اتابعوا النظام مثلا انا عن نفسي برشخ النظام اللي هو الفيجتيريان انه هو يبقى نباتي اكتر النبات دايما فيه فايدة لنا كبيرة جدا ويعني لو لو فكرنا مثلا فيه ناس بتفكر انا لازم اكل لحمة عشان ابقى صحة عشان ابقى فيه في جسمي بروتين النبات برضو فيه بروتين يعني الفول اللي احنا بناكله ده فيه بروتين هايل جدا بس خالي من اللهون طبعا زي اللحمة اه فيه السوداني فيه حاجات كتيرة مفيدة للجسم النباتية كويسة لو احنا اتجاهنا للاتجاه ده ده هيبقى لايف ستايل ممتاز لنا يعني طب يعني هل ممكن ممارسة ريالة في البيت بدون معدات للحاجات الرياضية وكده؟ اه بس سبت ممكن وفيه برضو يعني يعني هي الحاجات هتبقى محدودة اللي في البيت يعني هتبقى زي المشي زي الجري في المكان مثلا هتبقى الضغط الباطن تمرين الباطن وبعدين يعني هي كويسة طبعا بالنسبة لأهالينا من كبار السن بس يعني هيبقى افضل لو احنا الحاجات اللي هي المضرة مدخلناش لجسمين اصلا زي المعجنات كده حان بنشوف اطفال يعني في سن المراهقة او اقل وعندهم سنة يعني فبتبقى مشكلة كبيرة جدا يعني زي بنتعمل معهم في السن ده يعني يعني احنا المقارمشات بقى بالنسبة للاطفال احنا بنعودهم عليها من سن بدري السكريات اننا بنقولوا دي الحاجة الحلوة انا بالنسبة لي يعني اولادي بسمي لهم دي الحاجة المضرة لو عايز اكل لو ايبني عاوز اعوده ان هو يبقى بكافه او بجيب له حاجة حلوة ممكن اجيب له فكهة تبقى مفيدة جدا دي وفي نفس الوقت صحية يعني مش هتضر لكن احنا بنش عارف ليه بنصغرس اننا كلنا بنتعود ان الحاجة الحلوة هي الحاجة المسكرة او الشراء هيلدشيبس مثلا ساعات الام بتبقى عاملة مثلا انا عامل لهم كيك في البيت والكيك برضو ما فيه سكر لا لا انا عايز اجيب حاجة حلوة من السوبر ماركت ينزل جيب كيك ايه الكيك في البيت برضو فيها سكر هو هو كأنه عاوز يفتح الكيس ده هو ده بس في البيت ما فيهاش مواد حافظة لكن اللي برا دي فيها مواد حافظة بس فيها نسبة سكر كتير برضو لا انا بقولش يعني بس بقصد حتى لما بنعمل بدايل في البيت بيبو هم العيال حابين يجيبوا الحاجات اللي هي في الكيس الحاجات اللي فيها مواد حافظة ما هي ضر برضو ليهم وعلى اسف هي يعني خلاص هو الطفل بيتولد ان فيه يعني الحاجة الحلوة بقت خلاص مصنفة جوا بماغه ان هي الاكياس اللي هي فيها البطاطس اللي فيها مواد حافظة طيب انا برضو عايز اسأل حضرتك عن بالنسبة ليه اهلنا كبار السن اوقات بيبقى فيه حاجات مثلا تعاني اخدوا حاجة حاجة مثلا خشونة الرجبة هل فيه تمرين معينة بتساعد على ان هي الخشونة دي تقل او تبقى افضل هي دي ليه حاجتين ممكن المحافظة على الوقت اللي هو المشي تمام وفيه كمان تمرين اللي هي يعني اللي هي الخاصة بالسباحة بس حاجة بتقولي لازم نخلينا جوا البيت فالاتنين كويسين جدا الموضوع ده وفيه تمامين اللي هي زي الستريتشن كده اللي هي الاطالة تبارين الاطالة دي بتبقى كويسة للمسألة خشونة الرجبة اه طبعا طيب احنا فيه عادات غلط بنعملها بوز لنا الرقبة وتبوز لنا العمود الفقري ودلوقتي بقى فيه نسبة كتير من المصريين وللأسف فيه منهم نسبة كبيرة شباب بيعانوا من ألام في الفقرات وحاجات كده ازاي ايه العادات الغلط اللي احنا بنعملها اللي بتبوز العمود الفقر والرقبة ممكن يعني يبقى عندنا حمس للتمرين قوي ان واحد بيدخل التمرين انا مش هعمل استريتشن مش هسخن قبل التمرين طبعا فايدة الاستريتشن ده ده مش حاجة طرفهية قبل التمرين ده بيهيئ اعضاءات الجسم والمفاصل لان هي هتدخل على التمرين قاسي غير لما ندخل بشكل مفاجئ زي مثلا واحد وهو نايم المفروض ان انا نقوم بالتدريج لكن لو انا مرة واحدة اكيد ده هيكون دار الجسم فلازم نسخن قبل التمرين طب في عادات احنا بنعملها زي مسكة الموبايل القعد كده بنبقى منحنيين شوية قعدة الكنبة في البيت وحنا بتفرج على التلفزيون وعلى الموبايل بشكل مش لطيف ايه الاعدات السليمة او يعني ايه الحاجات الحركات اللي احنا بنعملها مش مظبوطة عشان نقول للناس النهاردة بلاش ما يعملوهاش يعني حضرتك الاعدة المثالية اللي حضرتك قاعدها هي دي الاعدة المثالية نكون الواحد ظهره مفروض بس في البيت انا نبقعدش كده نعط كده نعط بظروفها يعني وممكن واحد مع الضغط الشغل اللي هو على مكتب او كده بيتلاقيه بيعني ضهره مش مفروض لازم الواحد يحافظ مهما كان على الاعدة بتاعته وهي في الشكل اللي حضرتك قاعد فيه اللي هي دي الاعدة السليمة تمام ممكن لو حب يغير ان هو يقوم يتحرك شوية ماشي رجلية ويرجع يكمل بس بنفس الوضعية اللي حضرتك عليها دي الوضعية السليمة للصحية للدور في اطفالنا بيذكروا او ولادنا بيذكروا حتى الشباب منهم في سن سنة وجامعة وكده بيذكروا على السرير فبتبقى القاعدة طبعا اما قاعد عامل كده اما قاعد ورجله في حتة ودماغه في حتة تانية حاجات كده يعني زي يخلي باله ان وقت المذاكرة ده او وقت حتى الانترنت احنا اوقات بنفتح مثلا الصفحة فاعدين بصين عليها لوقت كتير يعني بيعد عدد دقيق كتيرة واحنا مش واغدين بالنا فبتبقى العضلة سبت على وضع معين احنا ساعة بنيجي نقوب نلاقي يقولك الرجبة مش قادرة تيمش بالضبط في حاجة وقفت في رجلي او رقبتي مش عارف عدلها او جالس ضاع بسبب رقبتي ايه العدات الغلطين اللي احنا منعملها شي نفيش هو بس كل المطلوب ان الواحد يتجنب ان هو يبقى مش في وضع الاستقامة اللي هو جسمه مزبوط ومفروض تمام يعني حتى الولاد هم بيذاكروا ان هم بيقود على الارض او كده لازم هو يكون مهيئ انه يذاكر في مكان زي مكتب او على ترابيزة وهو فرد جسمه تمام بس انا كمان عايز سألك على يعني الاكل بالنسبة ليه في مرحلة الاطفال وكده ايه الحاجات اللي ممكن تكون بتديهم يعني باور او تدي انهما يمرسوا يومهم في المدرسة مثلا بشكل سليم اوقات احنا عشان بنحب اولاد ناوي بنديهم بعض الحاجات اللي بتخليهم خاملين في اليوم فيه خمول والصحة مش تمام هل فيه الاكل ليه تأثير في ده سواء سلبي او ايجابي اكيد طبعا يعني احنا ممكن نحط حاجات لأولادنا اللانش بوكس بتاعهم بيبقى خالي دايما من ان ما يكونش فيه حاجة زي الفكهة مثلا الفكهة مهمة جدا فيها الياف مفيدة جدا للجسم وهتديهم طاقة وهتخليهم يمرسوا يومهم بشكل نشط جدا انهم برضو بالاضافة للنوعات التغذية اللي معهم ممكن يبقى فيه مع اللانش بوكس يكون فيه شوية سلطة او خيار مثلا معيها ده كويس جدا ليه وفيه علياف مفيدة جدا لجسمهم امهم يحتاجينها عملية الاحماء ودي بنسمعها اكتر مع العيب الكورة يقولك في مرحلة الاحماء قبل الماتش فقالي احنا برضو ساعات بنبتدي مثلا تمرين بتاعنا في البيت نروح مرة واحدة عايزين نكسطر الدنيا بقى وولعب مية ضغط وحاجات كده هذه الحاجات اللي احنا المفروض اننا يعني نتجنبها وبعدين في حد مثلا بيجي عايز يتمرن لسه مبتدئ فبيقول انا هشوف مثلا بيج رامي بيعمل ايه في اللايف ستايل بتاعه لازم نبقى مدرك ان هو في مرحلة المبتدئ وانا مش بيجي ولا رامي وانا مش بيجي ولا رامي صح طيب يعني ناخد معينا بمناسبة التغذية بشرفنا يكون معينا دكتور مرقص دكتور مرقص سامويل استشاري التغذية اهلا بك يا دكتور الو صباح الخير صباح الفل يا دكتور ازاي حضرتك نشكر الله الحمد لله دكتور عايزين نسأل حضرتك واحنا بنتكلم على الرياضات اللي ممكن نعملها في البيت اهمية التغذية في مسألة السمنة اللي ممكن تعمل سمنة او ممكن تقينة من السمنة والضغط والكلسترول تنصحنا بايه كده رشتة كده من حضرتك طبعا موضوع السمنة ان هو بيبدأ اصلا بالتغذية باكلي الاكلي اللي داخل هو اللي بيحدد ايه اللي هيحصل بعد كده قدام مظبوط فلو انا عرفت ازبط اكلي اللي داخل جسمي هعرف ازبط ايه اللي ممكن يحصل لي بعد عشر سنين يعني اقول لي انت بتاكل ايه هقولك انت هيحصل لك ايه بعد عشر سنين ايه فالتغذية مهمة جدا ان انا اركز كل اكلي على حاجات صحية ان انا ابعد عن اغلب الحاجات المصنعة ابعد عن السكريات الكتيرة ان انا ماخدش نشويات بكميات اكبر من احتياجي يعني احنا بنحدد الوزن قد ايه اه الشخص ده بيحتاج نشويات قد كذا بيحتاج بروتينات قد كذا خصوصا لو هو مثلا حد اثريت او بيلعب رياضات حتى حاجة بروفيشنال او حاجة بناخد بالنا في حتة ان هو لازم ندينه نسبة بروتين اعلى بكتير من الشخص العادي غير لو هو شخص مثلا موظف قاعد على كورتي او حاجة لا البروتين مفوضي بكمية محسوبة عشان خاطر ما نحملش على الكلا احنا مشكلتنا يا دكتور مسألة النشويات الكتير يعني سواء كنا كبار او صغيرين احنا ميالين اكتر للنشويات احنا مدمنين للعيش انجاز التعبير يعني بالضبط فعلا احنا مشكلتنا ان احنا كل اكلنا بنشويات يعني لو بناكل حاجة بناكلها بعيش لو بناكل حاجة ثانية بناكلها بروز بمكارونا جزء كبير من اكلنا بيعتمد على النشويات وده بيرفع لي الانسولين في الدم فبيخلي الجسم قدام يتعرض لضغط عالي بيتعرض لاحتباس المية فده بيخلي الجسم يتابق تمام انا بشكرك جدا يا دكتور على الرشدة الجميلة اللي بننهي بها حلقتنا النهاردة بشكرك جدا على يعني المداخلة القيمة يعني وبنشكر استاذ محمد الجرزاوي المدرب الرياضة واللي كاتب صحف مؤسسة اخبار اليوم نهارتنا جدا ننوره بيك امن بتسلم متشكر جدا وبشكركم جدا مشاهدين على متابعتكم لنا في حلقة النهاردة ان شاء الله يوم السبت الجاي اكون معاكم انا وهبة وحلقة جديدة وصباح النهار ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة